أنزل رب القرآن نغلل الناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها أدوات الاستفهام اقرأ ولاحظ من يقرأ ماذا يقرأ أحمد أين يقرأ أحمد متى يقرأ أحمد من يقرأ أحمد يقرأ أعد قراءة السؤال الأول ولاحظ العلامة التي ينتهي بها تجد أنها هكذا وتسمى علامة الاستفهام وتوضع في نهاية السؤال فأين أداة الاستفهام لاحظ الكلمة الملونة من وهي أداة الاستفهام تجد أننا استخدمناها للاستفهام عن العاقل ولذلك كانت الإجابة بتحديد شخص عاقل وهو أحمد من يقرأ أحمد يقرأ ماذا يقرأ أحمد يقرأ أحمد القصة أعد قراءة المثال الثاني ماذا يقرأ أحمد تجد أن أداة الاستفهام هي ماذا وتستخدم للاستفهام عن غير العاقل أي أن الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تتضمن شيئا غير عاقل ماذا يقرأ أحمد يقرأ أحمد القصة الإجابة كلمة القصة وهي تدل على غير العاقل أين يقرأ أحمد يقرأ أحمد القصة في المكتبة أعد قراءة المثال الثالث أين يقرأ أحمد تجد أن أداة الاستفهام هي أين وتستخدم للاستفهام عن المكان أي أن الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تتضمن مكانا ماذا يقرأ أحمد يقرأ أحمد القصة أين يقرأ أحمد يقرأ أحمد القصة في المكتبة الإجابة في المكتبة وهي تدل على المكان متى يقرأ أحمد يقرأ أحمد صباحا أعد قراءة المثال الرابع متى يقرأ أحمد تجد أن أداة الاستفهام هي متى وتستخدم للاستفهام عن الزمان أي أن الإجابة عن هذا السؤال يجب أن تتضمن زمانا متى يقرأ أحمد يقرأ أحمد صباحا الاستنتاج من أدوات الاستفهام من للسؤال عن العاقل ما وماذا للسؤال عن غير العاقل أين للسؤال عن المكان متى للسؤال عن الزمان وأخيرا إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك للفيديو وتشاري الفيديو للأصدقاء والفيسبوك